اشتركوا في القناة وتشجيعه حفظه الله له خلال انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مؤخرا وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لشيخ سلمان بن ابراهيم على جهوده الطيبة التي يوالي بذلها لتعزيز مكانة البحرين ورفع اسمها عاليا في هذا المحفل العالمي وفي مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية واثنيا جلالته على هذه المشاركة والنتيجة المشرفة التي حققها في انتخابات الفيفا والتي عكست ثقة الاتحادات الدولية بمملكة البحرين وبأبنائها وقدرتهم على قيادة كرة القدم العالمية نحو مزيد من الإنجاز والتطوير مؤكدا جلالته أن الشيخ سلمان شرف مملكة البحرين ومثلها خير تمثيل وكسب احترام مختلف دول العالم في هذا المحفل العالمي وساهم في الترويج للمملكة وجعل أنظار العالم تتجه صوب البحرين لعرض إنجازاتها الكبيرة على مختلف الأصعدة وخاصة في المجال الشبابي والرياضي وما تتميز به من كوادر وطنية قادرة على قيادة مختلف الاتحادات القرية والعالمية كما أشاد جلالة الملك المفدى بالنجاحات والإنجازات التي حققها الشيخ سلمان لكرة القدم بشكل خاص والرياضة بصفة عامة على المستويات المحلية والأسيوية والدولية والتي تؤهله لقيادة وتولي أي منصب رياضي عالمي منوها جلالته بجهوده المثبرة من خلال رئاسته للاتحاد الأسيوي في وضع الخطط والبرامج التطويرية والتي أسهمت في النهوض بالكرة الأسيوية والوصول بها إلى أعلى المستويات وتحقيق مصلحة دول القارة وتعزيز دورها وكلمتها في المحافل الرياضية العالمية وأعرب العاهل المفدى عن اعتزازه وفخره بأبناء البحرين الذين يتولون المراكز القيادية عن جدارة واستحقاق ويسعون دائما لتشريف المملكة وتعزيز دورها ومكانتها في كل المجالات وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية متمنيا جلالته لشيخ سلمان بن إبراهيم كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه ومسيرته خدمة للكرة الأسيوية وقد أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن خالص الشكر وعظيم الإمتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على دعم جلالته حفظه الله المتواصل لأبناء مملكة البحرين وتشجيعهم على تمثيل المملكة بصورة مشرفة في مختلف المنتديات الرياضية الإقليمية والعالمية مؤكدا اعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية السديدة والتي تعكس حرص جلالته على بث روح الإرادة والعزيمة في نفوس أبناء البحرين وتحفيزهم على مواصلة مسيرة البذل والعطاء لتعزيز مكانة المملكة في الأوساط الرياضية الدولية ودورها على الخارطة الرياضية العالمية وأكد أن النجاح الذي حققه في مسيرته جاء بفضل الدعم والتشجيع اللامحدود من لد صاحب الجلالة وهو نجاح لسياسات ونهج جلالته حفظه الله ولإنجازات المملكة المتعددة عبر تاريخها الحافل بالإنجازات في الميادين الرياضية والشبابية وما تقدمه البحرين من دعم وتشجيع لقطاع الشباب والرياضة سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ويجعله عزا وفخرا للبحرين وشعبها الوفي لمواصلة هذه المسيرة المباركة التي يشهدها الوطن الغالي في عهد جلالته الزاهر اشتركوا في القناة